هل تبدو البدايات مؤشرا لخيبة النهايات؟ تأخر وصول وفد الحوثيين وصالح إلى الكويت يهدد بإضاءة الفرصة الأخيرة لإيقاف الحرب هذا ما حمله بيان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول تأخر موعد انطلاق مشاورات السلام التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين الثامن عشر من إبريل في الكويت إلا أن عدم وصول وفد الإنقلابيين يؤخرها إلى أجل غير مسمى يعز مراقبون أن حجم الخلاف بين ميليشيا الحوثي وصالح هو السبب الأبرز وراء تخلفهما عن موعد المفاوضات وهو ما يؤكده ناطق الحكومة اليمنية راجح بادي الذي قال إن تأخر وصول الإنقلابيين إلى الكويت ناتج عن خلافات بين وفدي الحوثي والمخلوع صالح جهات عدة شككت بمصداقية تصريحات ناطق ميليشيا الحوثي حول قبول جماعته الالتزام بتطبيق القرار الأممي الذي تلخص بالنقاط الخمس التي تستند لها مفاوضات الكويت على رأسها انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح وإنشاء لجنة لإطلاق الأسرى واستعادة الدولة فكما يبدو أن لليمنيين تجربتهم المريرة مع الحوثيين فرغم التفاؤل الذي صاحب أجواء التحضير لمشاورات الكويت إلا أن تأخر الوفد عزز من قناعة الشارع اليمني أن الميليشيا لا تتعامل بنوايا جادة في إخلال السلام وأن مباحثات الكويت هي الأخرى مهددة بالفشل بعد مشاورات جنيف وبيلس وسريتين هناك ما زال توتر كبير ورغم أن حصلنا على وقف إطلاق النار تقريبا اليوم استقر بالبلد كله ما زالوا في بعض الانتهاكات ولكن تقريبا وقف إطلاق النار نحن نرى أنه على العموم نجح والمرحلة المقبلة هي الأطراف الآن ورغم وقف إطلاق النار المعلن عنه في منتصف ليل العاشر من أبريل إلا أن الهدنة شابتها خروقات كثيرة رغم المحاولات لإثبات حضورها وإنجاحها هذه المرة نهيك عن الاتفاقيات المحلية لهدن مجزأة بين الميليشيا وممثلين عن قيادة المقاومة في مأربة والبيضاء وكذلك تعز التي كانت شروطها تقضي بوقف إطلاق النار وفتح منافذ المدينة المحاصرة وعمل آلية لتبادل الأسرى والمعتقلين إلا أن أي من ذلك لم يحدث ولم تلتزم الميليشيا به وبين تأجيل المفاوضات واستمرار الانتهاكات يعيش اليمنيون تفاصيل حرب وتداعياتها الأكثر وجعا بانتظار ما تحمله الأيام القليلة القادمة هل إلى محادثات السلام أم العودة من جديد إلى مربع الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر